البدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تنزه من البول وأن عامة عذاب الناس في القبر من البول لأنه كان لأحدهم لا يستبرئ من بول في الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمغداد بن الأسود في حديث عليه كنت رجلاً من الذان فقال اغسل مذاكيرك وتوضأ لكل صلاة فإن غسل العضو الذي عليه مادة النجاسة مطلوب إذا كان عليه نجاسة في هذه الحالة أيضاً أمرنا مثلاً استدعيشة غسلي عنك الدم لو عنها دم الحيض لأن دم الحيض نجس بالنصوص الشرعية لكن الفقاء اختلفوا لو أن إنساناً غرس في جسده شيئاً أو شيئاً أو يعني سن أو شيء معين من أصل النجاسة هل تنزع أم لا بين من يرى العلمة لا تنزع ومن من يرى أنها لا هذه من يبقى التداوى والعلاج فلا حرج فيها وأصبحت جزءاً من جسد الإنسان فلا حرج وصلاته صحيحة في هذه الحالة الثوب أيضاً ما اشترط فيه الطهارة عملاً بقوله تعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر وإني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي وفي نعله فأفوق أنه خلع نعله فخلع الصحابة نعالهم فقال له ماذا؟ قال له خلت فخلعنا قال لا لقد أخبرت أن في نعلي نجاسة فخلع النعل حتى تصح صلاته صلى الله عليه وسلم ففهم الفقاء من ذلك طهارت كذلك البدن أو ما يرتدي على البدن من حذاء من ثياب لابد أن يكون طاهراً برضو اختلف الفقاء في مسألة وصل الشعر لو واحدة لا وصل شعر بشعر النجس وده في موضع خلاف أيضاً هل يعني الأولى أن هي يعني تزيله وأصلاً الوصل الشعر ورد فيه النهي الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النمصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة لو إنسان اشتبه في أحد ثوبين عنده ثوبين اشتبه في موحد نجس وموحد طاهر يجتهد طيب بعد ما اجتهد اكتشف أنه صلى فيه الثوب النجس لا بأس أن يعيد ولكن الرأي الآخر أصلاة صحيحة ولا حرجة في هذه المسألة في هذه الحالة أيضاً ثوب الحائض يجوز لصلي فيه نعم مدام إذا فرك الدم أو غسل لا مانع ثوب الصبي لو صبي لا يتحفظ أحياناً لا مانع إذا لم يوجد غيره لكن لو فيه غيره ما هو الأفضل للصلاة فيه أيضاً من الشروط شرط طهارة المكان أن المكان الذي تصلي فيه لا بد أن يكون مكاناً طاهراً بمعنى ليس مكان نجاسة وليس عليه نجاسة ولذلك حينما بال الأعرابي في المسجد قال صلى الله سلم لا تزرموه لا ترعبوه وقال أريقوا عليه سجلاً مما أو ذنوباً مما موضع النجاسة يطهر بوسيلتين إما بالماء يوضع عليها فأطهر أو بأن يجف وتنتهي الرائحة والمادة نفسها بالشمس إذا كان بول أو شيء بالشمس إذا جففته ونشفتك لو فيه نجاسة براز مثلاً أعزكم الله ونشف لا معنى لازم يزال لأن معنى ممكن إذا نازل عليه ماء تظل في آثار النجاسة فالأولى أن يزال المكان لكن البول ومثل هذه الأمور منها إذا نشف المكان بالشمس أو بإزالة المياه عليه ونشف إذا طهر في هذه الحالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طب لو أن إنسان حبس بمكان نجس واحد في زنزانة ملوهار مياه نجس أو جعلوه ينام على خشب نجس أو ربطوه في خشب نجس ماذا يفعل؟ هنا لا مانع إذا جاءت أوقات الصلاة أن يصلي على هذه النجاسة والإثم على من وضعه في هذا الموضع ولا حرج عليه لأنه ليس مختار مكرها في هذا الأمر فالذي يقبر على الصلاة على مكان النجاسة يصلي وصلاته صحيحة والإثم على من أوقعه في هذا الحرج والإثم نصر الله سبحانه وتعالى أن يهدي العصاط والظالمين